اشتركوا في القناة يعني مهم نعرف فعلا شو التأثير وقدي ممكن انه يكون في ريشك كبير بالتدخين بس انا ما بدي احكي تدخين اليوم دي احكي دخان اجمالا لانه في دخان الايطارات في دخان الانابل المسيلة الدموع في الانابل الدخانية واخرية فالدخان وينما كان ان شاء الله يعني بتكون هالفترة قصيرة ومنرجع لحياتنا الطبيعية ولكن لن نحكي عن التدخين بالتحديد ليش هالقد الانسان اصلا بيتعلق بالتدخين هلأ السيجارة معروفة انه الشخص بيضمن عليها يعني مادة بتعملي من الدبندانس مننا بتضمن عليها السيجارة فيها تأذينها بكل جسمنا يعني نعمل دراسات كتير على السيجارة وبينت انه الانسان يلي بيدخين بعيش قلب كتير من الانسان اللي ما بيدخين هلأ في كتير عالم رح يقلولك انه والله ستة كانت تدخين عيشت تلال تسعين او اكيد في عالم بيقدروا يزمطوا او في جينتيك تبعهم بتحارب بس نحنا الدخان بمجرد مفوتنا على جسمنا بعدة ميكانيسمات في حارب الخلايا في حارب الاميون سيستم يعني نحنا منعتنا تضعف كتير بس نحنا ندخين دونك جسمنا ما بيعود يدافع نحنا بتعرفي انه جسمنا في خلايا سلطانية عطول كل انسان فيه بجسمه خلايا سلطانية بس نحنا جسمنا دايما بيقتلون لهالخلايا دايما الموتاسيون بتصير بالدين اي يعني بالجينات اللي بتصير عنا اوقات بس تصير دغري الجسم بيتخلص منا او بيرجع بيصلحها او بيكون ما عنده هالقوة جراء العوامل مزبوطه نحنا الدخان اللي عم بيصير انه عم بيخفف هالقوة انه جسمك يدافع عن الخلايا السلطانية ما ينسى اذا جدي يعني كان يدخن بس وما صار له شي لعمر التسعين يمكن حواليه وعلى اكيد حواليه ما كان فيه كل الاشياء التانية مزبوط يعني هون عم نزيد التدخين اللي هو اكتر مسبب للمشاكل على كل البوليسيون والنوعية الاكل الغلط وإلى اخره يعني ما كانت عن جدي افضل هايدا مزبوط كاتيا نحنا أنا دايما بقول لهم للمرضى اللي بيجوا لعنده بقول لهم انه نحنا بكفينا البوليسيون عم تجي من الهواء بكفينا البوليسيون من الاكل بكفينا البوليسيون اللي بنتنشأ اللي احنا باسيف يعني بمطرح ما منروح مثلا بنقعد بمطرح كمان عم نتنشأ نحنا الدخان نحنا يعني انبسطنا اول فترة انه ما نقعد دخان بالاماكن بس عم نحظنا أنه رجعت فلتت شواء الأمور لازم الدخان يتوقف ولازم نعمل brainwash للعالم تا اللي بدخين يوقف الدخان لا لأن الدخان عم بيأثر عليه صحيا عم بيأثر على ولاده يعني أنا قدا بشوف ولاد أوقات بيجوا لعندي عندهم ألرجي وعندهم التهابات وعندهم سينوزيت ما كنا نشوف سينوزيت للولاد إلا مرة بالشهرين ثلاثة هلأ كل جماعة عنديك ثلاثة أربعة ولاد عندهم سينوزيت طيب لي لأن في بوليشون ولأن في دخان لأن في البي عم بيدخن بالبيت أو الأم عم بيدخن بالبيت دونك هيدا كتير بيأثر عاجز منا وأكيد بيأثر عاجز شرييننا شرييننا صغيرة بتسكر بيأثر عروية هيدا شيء معروف يعني بيأثر على الحنجرة وعالتم وعالجهز التنفس يعني أكيد الشخص اللي بيدخن كمان حاسة الشم عنده بتخفي كتير وكما فيه يعمل فيه ريسك أنه يعمل سينوزيت ويعمل مشاكل بالجوب الأنفية كما هو أنه يعمل أمراض سرطانية بهالمنطقة من وراء الدخان أدي بيدخن يعني معدل التدخين كم سيجارة بيكون بالأسبوع يعني نحنا بيش بالأسبوع نحنا بنحكي أنه بنهار كم سيجارة بيشرب الإنسان ومنح السبوع باكي أني يعني أدي كم باكي بالسنة إجمالا إجمالا إذا شخص بيدخن سيجارة أو سيجارتين وطلوع نحنا بنصير يعني مدمنين سيجارة بتمرق بنهار أوكي بنقبل فيها يمكن لأن نحنا يتخلص الجسم من سيجارة وحدة بده تقريبا ساعة ينظف جسمك منه دونك إذا كل ما دخنتي وعم بتزيد هالعوامي فوق بعضا دونك نحنا تنظف جسمنا مظبوط مظبوط إذا شخص مدمن على السيجارة مثلا بيدخن علبة بالنهار إذا تنظف هالجسم مظبوط بدنا خمسة عشر سنة يرجع الريسك طبع القلب وطبع الكانسير مثل النورمال مثل الشخص النورمال بس هيك يعني أرقيلة أو اثنين بالأسبوع هي نفس الشي الأرقيلة هي معدلة كرة سكاتيا معدلة خمسة عشر سيجارة بس حسمة واحدة أو اثنين بس بالنهاية هي نفس التأثير نحنا عم ندخن عم ناخد ذات الكمبستيون عم نحرق التنبك نحنا بس نحرق التنبك بس نحرق السيجارة ونحرق التنبك عم نعطي أكتر من خمسة آلاف برودوية شيميك أكتر من خمسة آلاف مادة مضرة للجسم يلي بتعملنا ديبندانس بالسيجارة هي النيكوتين النيكوتين بتفوت بتوصل على الراس بتعملك دوبامين بتعمل سيكريسيون لمادة بالراس بتخليك أنك أنت مبسوطة أنك مرتاحة مشان هيك بيقولولك نحنا مكون معصمين ندخن سيجارة منرتاح طيب شو البديل؟ البديل فيه كتير فيه النيكوتين باتش فيه عندك هلأ فيه عندنا شي كتير منيح يلي هو تحمية التبا يعني تحمية التبغ بلا ما نحرقه دونك هيدا عم بيعطينا النيكوتين سيف هيدا هيدا سيف هيدا بريود ترانزيطوار يعني نحنا أنا قررت أنا بدخن الراس بدي وقف مش عم بقدير بروح لهالشي يلي هي سيجارة كمان معمولة تتحمى بس بلا ما تحتري وهيك بتفوط لنا النيكوتين ما في شي 100% سيف بس هيدا بتساعدنا تنطلع من الجورة فيه ناس بيعتبروا أنه السيجار لأنه يعني منستهلكه ببطء أو بيستهلكه ببطء فهو يعني آمن أكتر السيجار لأ منه آمن أكتر بس السيجار لأنه بتاخد وقتك وبتستلز فيه هاي شغلي أنا بتضخن سيجار من وقت لتاني بالصهرات بس هيدا ما بيمنع أنه السيجار عنده ريسك يعمل سلطان باللسان وبالأورال كافيتي أكتر ما يعمل بالروية تمام يضمن على الإنسان أكيد لأن ذات الشي عم تاخد منه المادة بتعملي ديباندنس منها هلأ ما في شك في عنا أشخاص هني بيخلقوا خلقوا الله هيكي ما بيعملوا ديباندنس من شيء يعني لو شو ما عطيتينه لو عطيتينه سيجارة يمكن أنت كاتيا بتدخني سيجارة بالصهرات يمكن أو أنا ما بنعمل ديباندنس ما بتعنينا في أشخاص بيشربوا سيجارة واحدة خلاص بيضمنوا عليها يمكن كمان حسب شو الهدف من هالسيجارة هدف تسليه هدف أولا يعني عم بهرب من شيء لها السيجارة فبتصير أكتر ما ممكن الواحد أن يكون عم يضمن فإذا نقلنا أنه إذا في مدخن وبدو يوقف فيما يعني في طرق أن ندخلي وقف طرق فعالة أو هيدا نوع أدمان بيرجع لا أنا دايماً بقول لهم لمرضايا أنه أهم شيء الإرادة الإرادة هي أهم شيء أنا لو شو ما عملتلك إذا أنت ما عندك إرادة أنه تتخلص من السيجارة ما رح نتخلص في بره ببلاد بره في عندهم شيء مثل مثل باتش بيحطوه بتحت النيرة دغري هذا بيعطيهم نيكوتين دغري كمان كن يستعمل قبل دونك في حلول تتساعد الشخص أنه يطلع من هالشغلة بس عشرة أنه هو يكون عنده الإرادة أنه يطلع من هالشيء نعم إذا التأثير ممكن يكون من بره لجوه يعني من الشفاه وصولاً لللسان للحلق ككل للجهزة التنفسية وإنما كان يعني منشوف كتير كاتيا الكنسير دوليفر يعني السلطان الشفة بيكون قوات كتير من وره السيجارة وخصوصاً من زمان كانوا يحطوا الطبخ ضغري على الشفة هذا كتير بيأثر كمان بيعمل الكنسير دوليفر السيجارة إلنا بيعمل كتير سلطانات بالتم والسيجارة بحض زيتها وحتى السيجار والأرقيلة وكلهم أكيد هالمواد كلها عم تنقشقة أكيد الصدر أكيد الحنجرة وأكيد السينسز والسين وكعب السين اللي قرر يوقف دخان قدي بده وقت لحتى يعني فعلاً ينضف جسمه من الدخان وما يعود عنده هالحاجة إلنا كاتيا إذا كان له كتير زمان عم بيدخن وكمية كبيرة بده 15 سنة بطاعة يرجع نورمال بس إذا كان مدخن بكمية كتير خفيفة نحنا عنا وقت أنه تقريباً بثلاث أربعة سنين خمسة سنين أنه هالإنسان يرجع الريسك طبعاً أنه يعمل دبحة قلبية يرجع للنورمال يرجع أنه الريسك أنه يعمل كنسير برويه كمان يرجع الريسك بشكل مش طبيعي في سؤال من مدخن إذا يعني يقال أنه إذا فجأة بده يوقف الدخان بعد وقت طويل تدخين ممكن يعمل مشاكل دايماً فيه وثدرول مثل حيالها مثل حيالها سوبستنس أنت بتعمل عليها ديبوندانس يعني حيالها مادة أنت بتكوني مدمنة عليها بده ترجع تعملك وثدرول يعني بتصيري عندك تعصيب بتصيري انكزايتي ذات سواي نحنا هالفترة اللي بده يمرأى هالشخص تاي يتخلص من الدخان بده يستعمل النيكوتين بس هل ممكن يكون فيه تأثير صحي على الصدر وعلى السعلي لأنه وقف يعني عم يسأل إذا السعلي المزمنة ممكن تكون سببا أنه توقف عن التدخين مزبوط هاي دي هاي دي انفنشن مدخن هاي دي معه حق فيها لأن لا لأن احنا بس ندخن بنقتل الخلايا اللي إليها شعيرات بتنظف الريا دونك انت هالشعيرات معاديت موجودة ذات سواي نحنا بس تخد دخنة انت سيجارة أول مرة بتسعلي كتير تدقيق بعدين تصيري تتعودي شوية 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 بعدين ما بتعود تحسي لا لأن قتلت الخلية اللي فيها شعيرات بتنظف لك ريتي بمجرد ما توقف الدخان هالخلايا عم ترجع الجسم عم بيرجع يضيف عن حاله عم بيرجع يبني هالخلايا اللي فيها شعيرات دونك عم تسعلي كل الوقت لأنك عم بتنطفي الريا وبتخلص فإذا لأ التوقف المفاجئ منه سبب لشي شكرا لألك لوجودك معنا دكتور سنيفر للمعلومات وفعل أن نجرم تبعا لعيف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة